كل مشاهدي قناة الناد الأهلي كل سنة وحدك طيب وكل سنة والشعب المصري كله بخير وآمن وسلام وسعادة ربنا يا رب يهود علينا هذه الأيام كابتن آيمن بالخير على كل يا رب كابتن آيمن سعيد بك طبعا وإحنا عودة للدور العام وإحنا نهاردة عندنا شوية مفاجآت بالنسبة للتعيين الحكام دخلنا عن مفاجآتها على طول عن مفاجآتها على طول طبعا إحنا أولا بالتوفير لتاكم التحكيم إن شاء الله نهاردة يعملوا مباراة كويسة أعتقد اختيار تاكم التحكيم جيد بتوفيط طبعا لتاكم التحكيم لأزيه المباراة اللي أعتقد هي صعبة ولكن مفاجآتنا النهاردة كابتن آيمن وإحنا بنتكلم دايما من خلال رصد للتعيينة اللي حدثت هذا اليوم طيب نروح نهاردة لمحمود ناجي الأول هنتكلم على محمود ناجي وهروح كمان لشهاب راشد محمود ناجي هي أول مباراة للنادي الأهلي كحكم دولي بيدير أول مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم محمود ناجي أول مباراة للنادي الأهلي حكم وهقف لو تفتكر حديثك إحنا الحلقة اللي قبل فاتت تكلمنا على أن محمود ناجي حكم دولي والمفترض نهاردة حكم الدولي الشارة الدولية دي بيها كيمة كبيرة جدا جدا وما كانش الحكم الدولي هيدير هذه اللقاءات الكبيرة هيديرها أنزع فنكلم أن نهارده في حكام وده المفاجئة حكام دولين أداروا لناد الأهلي أكثر من براكبتين أيمن يعني في حكام لعبة مبارتين للناد الأهلي ثلاث حكام لعبة مبارتين للناد الأهلي ولكن النهارده محمود ناجي كحكم دولي هو فين من مبارت الناد الأهلي هي ده أول مباراة للناد الأهلي بOULDERها هذا المسلم المفاجئة الثانية هو بنتكلم كمان على التعيينة وأنا هنا بخص حكام الفار أو مسؤول الفار نهدا بتكلم على حكم تعيين 3 مباريات لنادي فاركو دي الرابع يعني بتكلم على مسؤول الفار نهذا لما بتحط حكم 3 مباريات للحكم في فار لفاركو وياخد كمان مبارحة يعني 4 مبارات لفاركو دي أول مباراة أو 2 مباراة لأهلي دي لابد أنك أنتت راعي مسؤول التعينات في الفار يراعي هو بيبص كده يشوف العدد بتاع التعيين للحكم يعني إيه كابتن التعينات؟ كابتن عيمة التعينات هي مسؤول حاليا اللي بيصول عن التعينات للحكام هو بوطور بريرا مع محمد فاروق ده من المفترق اه هو المفترق، هو اللي احنا عارفينه ده مسؤول عن الحكام الصفارة طب الحكام المساعدين مسؤول عنهم حمدي القاضي عن الحكام المساعدين حكام الفار مسؤول عنهم ماجد randomized كل واحد مسؤول عن حاجة بيعينها أنا نفسي أن الكل يقعد مع بعض ويشوفوا التعيينة كلها بحيث أن أنا أعادة على الترابيزة ممكن يبقى لك أنت وجهة نظر في تعيين حكم فار أو كده يعني ولكن لما كل واحد بيعين حكته بس دي بتعمل مشكلة أحيانا في التاكم كله في تاكم التحكيم الثاني محمود ناجي لعب 9 مبارات في الدوري ولعب 10 مبارات للفار 19 مبارات زي ما قلت حدق أول مباراة لنادي الأهل هذه المباراة ولعب مباراة الأهلي والجونة كحكم فار نروح لحمل غندوري نهاردة لعب للأهل المباراتين كحكم سفارة ولعب للفار مبارات كتيرة وده اللي احنا بنتكلم فيه غندوري ماشي كويس وحكم الحكم الكويسين لناجي ما يمشيش ليه ناجي ليه ما يخدش حقه ناجي ليه ما لعبش للأهل ولعب مشاركة كبيرة ده اللي احنا بنتكلم فيه خاصا في تعينات هذه المباراة هروح لي حتة ثانية كابتل عيمن وهو شهاب راشد عندنا سامير جمال نهاردة حكم مساعد رقم واحد عندنا شهاب راشد حكم مساعد رقم اثنين سامير جمال حكم دولي متميز جدا جدا وماشي بشكل كويس قوي قوي ما عندهش اي مشاكل اللي هو على اليمين شهاب راشد حقف عنده شوية حكم ده لعب في الجولة 23 كابتل عيمن مباراة الاتحاد وسموح عمل مباراة رائعة جدا 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 على فكرة زي ما قلت في البداية محمود ناجي والشهاب راشد اول مباراة نهاردة للنادي الاهلي تاني ودي مفاجأة الشهاب راشد اول مباراة للنادي الاهلي لعب في الاسبوع 23 حكم مساعد في الاتحاد وسموح عمل ثلاث ألعاب جايدين جدا 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 واعتقد دي مكافأة لي النهاردة انك انت وانا بحي هنا مسؤول تعينات الحكام المساعدين لما بحكم كويس ادي له ادي له مصبوط فحمد القادر النهاردة هو مسؤول تعينات النهاردة انا بقول برابو حمد شهاب ماشا كويس التحادل سموح عمل مصر رائع جدا ثلاث ألعاب هاليين جدا جدا ادي له افار في الاسبوع 24 و 25 النهاردة في الاسبوع 11 رجال مؤجلة ادي له الاهلي ودي حاجة بالنسبة له طبعا حاجة كويسة اوي ومكافأة ليه اتمنى عاوصوا الحاجة اه عايز اتكلم دايما في كلام حضرتك بتقول عن موضوع التعينات كتير اوي تتكلم عن موضوع التعينات كتير اوي بحيث ان التعينات دي يكون ليه هدف اساسي ايه هو الهدف الاساسي كابتن ايمان بتتكلم في نقطة مهمة اوي اوي كابتن ايمان لو انت مسؤول انت عينات انت عندك حاجتين مهمين جدا ايه هما بقى ايه هما درجة صعوبة المباراة ماشا ايمان شوقي النهاردة هذه المباراة كلاعب بتاعته مباراة تانية مش بتاعته عندنا في التحكم كده برضو نفس الحكام لابد اننا كمسؤولة عينات ابق انا عارف الحكم شخصيته نحي البدنية نحي الفنية الشخصية التحكمية ياخد انهي مباراة وما ياخدش انهي مباراة ممكنش الحكم بس على الحكم والحكم المساعد وحكم الفار في حكم تتحمل الضغوط وفي حكم لها ماتشاط معينة الدهلاء وفي حكم زي اللعيدة زي بالزبط كده هنا لو انت كمسؤولة عينات ما عندكش الحاسة دي سواء كان تفاصيل الحكم عندك او الحكام او ما عندكش تفاصيل المباراة صعبة او مستعبة اكيد حتبقى الامور مش جيد ولكن بيقول النهاردة مباراة فارقه مباراة مهمة جدا للتحكيم خاصة بعد اخر مباراة لعبها كان فيها بعض مشاكل التحكيم يا كابتن ايمن واحنا من اهل وبلدين مش هنرجع عليها ولكن النهاردة بنتمنى حكمين اول مرة لعبه بقول توفية محمود ناجل النهاردة يسير ويمشي وينجح وشهاب اللي ماشي كويس قوي 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 يسير واللي ماشي كويس دي له اللي ماشي كويس تديره يا كابتن أيمن وديره مكافئته زي ما النهاردة أنت يا حمد قادي تديرت لشهاب راشد الأهلي لتمنى كل الحكام مساعديني بتتميز لديها المباراة الكبيرة بالتوفيق النهاردة إن شاء الله بإذن الله كابتن ولينا آخر بعض المباراة إن شاء الله والأهلي كذبت إن شاء الله شكرا إن جزينا يا كابتن شكرا كابتن طيب نتكلم بقى عن تشكيل النادي الأهلي النهاردة يمكن كنت عايز أتكلم على موضوع التدريب